في غرفة تجميد التشكيل الحكومي تنخفض درجة حرارة التوافق والاتفاق لصناعة المعادلة السياسية الجديدة الخلاف السياسي في البيت الشيعي على شكل ونوع الحكومة المقبلة هو السبب الرئيسي الذي قد يسوق البلاد إلى فراغ دستوري بعد أن أعلن الطيار الصدر مقاطعة جلسة السابع من شباط والمخصص للتصويت على منصب رئيس الجمهورية الجديد المفاجأة التي أعلنها زعيم الطيار الصدر للعراقيين بعدم الحضور سيكون له النصيب الأكبر في القضايا على اكتمال نصاب الجلسة المقبلة إذ تتمثل كتلة الصدريين بالأكبر عدداً داخل البرلمان سيما أن التصويت على منصب رئيس الجمهورية يحتاج إلى وجود ثلث أعضاء البرلمان وهو ما لن يتحقق في حال استمرار الاحتدام بين الكتل السياسية في البرلمان الأسباب المفصلة التي دفعت الطيار الصدر باتجاه مقاطعة الجلسة تصب في محور شروط وضعها مقتدى الصدر لمنصب رئيس الجمهورية وهو ما يعني عدم التوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان محور الخلاف عند الصدريين في المقابل فإن الخلاف الكردي الكردي حول منصب الرئيس الجديد يعتبر سبباً قوياً أيضاً في تأخير المواقع الدستورية وتأخير صناعة الحكومة الجديدة لكن يبقى الشعار الأول والأخير عند زعيم الطيار الصدري هو الثبات على مبدأ صناعة حكومة أغلبية وطنية لا تردخ للضغوطات السياسية وتتفق مع مبادئ صناعة العهد السياسي الجديد التي تقدم فيه الرئاسات الثلاث نهج السيادة للبلاد والقانون وخروج العراق من صراع الأزمات إلى سباق الإنجازات